حقق العداء الأردني للإعاقة الحركية على السوال من إنجازات بطولية عديدة ومؤخرا شارك بالسباق انترا ماراثون البحر الميت الدولي وحاز على المركز الأول طبعا شارك بالعديد من البطولات منها ماراثون دبي الدولي وفاز بالمركز الثاني فلم تكن الإعاقة الحركية عائقا في تحقيق النصر بل كانت بمثابة تحدي ومثابرة وإصرار على الإنجاز اسمحوا لي أرحب بضيفي البطل الأردني علي السوال من أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك سيدي وشكرا لك وشكرا لمحطة رؤية المحطة الرائعة فعلا على مستوى البلد شكر لإلك ولتمثيلك إن خارج الأردن يعني إنجازات عديدة قمت فيها بطنة الأردنية يعني بالفعل إشي برفع الراس عم نشوف يمكن مجموعة الجوائز اللي حصلتها دائما المركز الأول أو المركز الثاني بس يعني بأكتر الإنجازات كنت بالمركز الأول ومؤخرا زي ما قلنا في المركز الأول بالبحر الميت كل هذه الإنجازات هاي كانت إلك أكيد دافع حتى إنك تكون مميز من وين إيجاك هذا الدافع؟ ستي إحنا بمجمل ذوي الإحتياجات الخاصة عم نثبة وجودنا في متنفس الرياضة لأن الإنسان المقعد يعني فيه شائعة بتقول إنه الشخص المقعد لا بحب يشتغل لا بيروح حب يروح لا بحب ييجي بحب يضل بالبيت فإحنا عم نعكس الصورة إنه الشخاص المعوقين بالعكس عم بيشتغلوا و عم بيروحوا و عم بيجوا عم بيحققوا إنجازات للبلد فهذا يعني دافع قوي بالنسبة لي و غير هيك يعني والدي العزيزان اللي من صغر يعني و هم عم بشجعوني حتى إني أصير إشي أعمل إشي فالحمد الله يزيهم الخير و شكرا لإلهم شكرا أكيد لإلهم أحب أول شيء بالبداية أعرف شو سبب إعاقتك الحركية ستيان إحنا من صغر يعني سبب الإعاقة هي عبارة عن خطأ طبي شل الأطفال كان متعارف عليه و ما تم علاجه و كان صعب يمكن علاجه الشيء للأطفال ما يعني ما له علاج طيب قدرت تتكيف مع هالإعاقة بشكل كتير كبير و كان زي ما قلت متنفس بالنسبة لإلك الرياضة يعني ليش يعني اختيارك للرياضة كان بسبب أنه يكون متنفس لإلك لأنه أنت بتحب الرياضة هو ستي أول شيء لأنه أنا بحب الرياضة وحتى أثبت وجود الأشخاص المعوقين في كل مكان يعني أنا بشغلي في مديرية الأمن العام لهم جزيل الشكر عطوفة الباشا و عطوفة مدير إدارة ترخيص السوقين والمركبات تحسين بيك المومني و رئيس قسم ترخيص غرب الرياضة باسم بيك عنازات و رئيس قسم السابق فواز بيك السرحان لهم جزيل الشكر لتعاونهم معي يعني أنا بالعمل ما بحس حالي أنه عندي إعاقة بالعكس هم عم بها يقولي الظروف والأجواء أني أكون إنسان سوي زي زي الزملائي في العمل فإلهم جزيل الشكر فعلا طيب هذا في مجال العمل يعني يمكن لقيت صعوبة بالبداية حتى أنك تكون تشتغل يعني الفضل الأكبر على سيدي سمو الأمير رعد بن زينة كبير الأمناء و رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين دعموك أكيد في تجنيدي في مديرية الأمن العام والدكتورة أمل أن حاس أيضا إلها شكر كبير و كذلك الأستاذ سليمانو الرسان رئيس اللجنة البرلمبية الأردنية فإلهم شكر كبير كبير طيب خلينا نحكي هلأ عن النصر اللي حققته مؤخرا في ماراثون البحر الميت حصلت على المركز الأول هذا حكي كان قبل أسبوع تقريبا احكينا عن هالمشاركة هاي ستي شاركت أنا في أنترا ماراثون البحر الميت لمسافة 10 كيلو متر متحدي إعاقتي و متحدي يعني سمو الأمير في راس الله يزيل الخير بيسألني اليوم شوح رح تحقيقين كابتن علي و تقول له والله أنا اليوم جاي أنافس الأصحاء مش أنافس المعوقين يعني الحمد لله يعني وصلت لنتيجة أني عم بنافس و عم بجيب أرقام جديدة يعني جيبت 46 دقيقة و 38 جزء و هذا رقم ممتاز يعني بالنسبة لي و أتمنى أني رح أجيب أرقام جديدة لأنه أنا متواصل في التمرين يعني ما بريح يعني بعد البطولة فورا كنت بعدها بيوما في عندي تمرين لأنه في عندي استحقاق جديد في المملكة العربية السعودية ماراثون جدد دولي و إن شاء الله أني أجيب إنجاز في الأردن بتاريخ 30-04-2013 إن شاء الله متمنى لك و التوفيق نرجع لمراثون دبي دولي عم نحكي ماراثون دولي و مشاركة يمكن المعروف لاعبين من كافة دول العالم حققت المركز الثاني فيه يعني كان المركز الأول أعتقد لاعب إنجليزي و هلأ عم نشوف إحنا صور يمكن لهذه المشاركة اللي كانت في دبي حكينا شوي عن شعورك يعني كابتن علي يعني أقول كابتن علي لأنه بناء علي يمكن لقبوك فيه شعورك بتحقيق النصر لما سمعت اسم الأردن يعني حقق هذا الفوز بالمركز الثاني و رفعت علام الأردن حاليا والله كنت أنا في يعني فخر واعتزاز إني أرفع اسم بلدي لأنه يعني ترابها البلد غالي علينا كثير كثير فشو ما قدمنا لحنكون مقصرين فعني أنا إن شاء الله تستني الجاي أتمنى إني أجيب الأول مش الثاني في ماراثون دبي العالمي بس تعرف فيه شوي الإمكانيات الكرسي يعني المتحرك اللي مع الإنجليزي تسعره 20 ألف دولار الكرسي اللي معي يعني لسه يعني أموره منيحة ولكنه مش بنفس الكرسي اللي مع الإنجليزي طيب هلأ نحكي عن هاي الكراسي المتحركة اللي بتكون مؤمنة لإلكم كرياضيين لمشاركة في مثل هيك بطولات يعني بالفعل أنا اللي عرفته أنه يمكن من اللي بيأمن لكم هاي الكراسي هو النادي أو الاتحاد الأردني اللجنة برنبية الأردنية نعم حاب أعرف أكتر أنه في حال أنه طلبتوا من الاتحاد أنه يأمن لكم نوعية كراسي أفضل هل بيستجيب لكم من الاتحاد لهذه المطالبة؟ اللهي نحن وصلنا بعد الإنجازات اللي حققناها وصلنا الرسالة لعطوفة الأمين العام أنه إحنا بحاجة لكراسي حديثة وهو ما قصره يعني وعدنا إن شاء الله بالمساعدة في أقرب وقت ممكن لأنه أكيد بتساعد يعني مثل تطور هاي الكراسي يعني دائما يكون فيه نوع من الصيانة عليها حتى كمان ونوعية تكون جيدة أكيد بتساعد حتى تحققوا الفوز بشكل أفضل طبعا الكرسي لما يكون حديث يعني بفرق في الوزن يعني الكرسي اللي أنا بمتلكه وزنه 12 كيلو جرام بينما الإنجليزي الكرسي اللي بمتلكه وزنه 3 كيلو جرام يعني في فرق شاث لأنه أنا مصنوع من مادة الحديد وهو مصنوع من مادة الأرغن خفيف جدا وقوي جدا نتمنى أنه الاتحاد عم بسمعك هلأ وبالفعلي يحاولوا أنهم يأمنوا لكم هاي الطلبات نرجع لموضوع التمرينات اليومية اللي بتقوموا فيها كابتن علي نعرف كيف يعني برنامجك اليومي بالنسبة للتدريبات اليومية كيف بتقوم فيها والله ستأنا بتمرن في مدينة الحسن الرياضية في الشمال بربد مشكور عقوفة مدير مدينة الحسن على مساعدته وفتحنا باب المجال التمرين في أي وقت ولكن نحن نظمين ثلاثة أيام في الأسبوع التمرين في مدينة الحسن الرياضية حتى نظل أنه أنت على اتصال يعني إذا قطعت التمرين سترجع من الصفر فإيش نحن لا نترك التمرين طوال السنة يعني نتمرن ثلاثة أيام في الأسبوع على الأقل تمرينين لما يكون في ماراتون بعيد فإله شكر مدينة الحسن الرياضية يعني قلت لي تقريبا مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع بالأسبوع وكم ساعة من الجرعة الواحدة من ساعة ونصف لساعتين هلأ التركيز كله على العضل أنا صراحة أول ما شفتك يعني أتوقعت عضلات بس اللي فاجأني أنه أنت ما عندك الكم من العضلات كيف قدرت مع أنه في صور تانية عم بشوفها زملاء لأيلك مشاركين في السباق كلهم ما شاء الله عضلاتهم هو ستي الماراتونات كما تعرفين يعني 42 كيلو في دبي هذا بده قوة تحمل ما بده عضلات يعني إذا بدي أنا أمشي بسرعة ما هو اعتمادك على إيديك على إيديك إذا بدي أمشي أنا في سرعة في الشاب الأمريكي عضلاتهم ما شاء الله عليهم ولكن بعد 2 كيلو كان خلاص انتهى لأنه عم بمشيه بسرعة ما في عنده سيستم معين يشتغل عليه فنحن عم نشتغل على طول المدى حتى توصل للخط النهايي وفترة التحمل تكون أطول فترة التحمل تكون طويلة ما تتعب بسرعة لأنه مسافة 42 كيلو مش مسافة سهلة يقتحها يعني عدائين كبار عم بتعبوا من الوصول إلها آها يعني شيء كثير جميل ومنفتخر فيه بالفعل أنه قدرت تتحقق هذا النصر احكينا عن الاستحقاق القادم ذكرت أنه حيكون وين؟ في السعودية في السعودية إن شاء الله فيه 34 عام شارك مرتون جد الدولي طبعا هذا الاستحقاق الرقم 3 السنة لأنه تعرفي السنة فيها تقريبا 10 أو 12 مرتون عم بشارك فيهم أنا هذا رقم 3 إن شاء الله أتمنى أني أحقق المركز الأول للأردن إن شاء الله لأنه تعرفي مرتون جد عم بشارك فيه الدول كثير منهم أفريقيين قوية يعني فيه منافسة قوية لكن إن شاء الله الحمد لله عندنا عزيمة ورح نجيب إنجاز إن شاء الله كبتان علي عرفت أنه أنه أنت اللي بشكل فردي أو بشكل شخصي اللي بتتابع كل هاي الإنجازات أو كل هالنشاطات اللي عم بتثير الدولية يعني ما في يعني الاتحاد ما تبناك حتى تكون أنت باسم الاتحاد بتطلع حتى تمثل للأردن لكن بشكل شخصي هون شو بتحكي كلمة للاتحاد والله أنا بتمنى الحصول على رعاية من أي شركة يعني حتى أمثل البلد في المراثونات القادمة وقدم الشكر الجزيل لبعض المؤسسات اللي دعموني منهم الشركة الاختصاصية والاستشارات الهندسية المهندس خالد السوالمي وشركة كهرباء محافظة إربد المهندس أحمد الدينات وهشام حجازي وغرفة تجارة إربد أبو أشرف الشح وغرفة صناعة إربد والمؤسسات اللي دعموني بشكل عام يعني ما بنقدر نذكرهم كلهم لكن نحن نتمنى الحصول على دعم من شركة كبيرة أنه جميع الاستحقاقات تشارك فيها لأنه يعني أنت أصلاً ما بدأ أشارك أنا بأي مرة بدأ على الشركة هاي وعلى الشركة هاي فأتمنى أنه أحصل على الشركة دائمة اللي مثلاً أنا في عندي بتحمل اسمها وبنفس الوقت وأشارك فيها في جميع المسابقات وهذه الشركة بتكون تأمن لك كل شيء كافة الاحتياج من كراسي متحركة من صيانة كاملة لكل شيء يعني الإنجليزي اللي شارك كان عم بشارك باسم مؤسسة هو وهي اللي محقيقيت له الكرسي هاد والتيكيت والحجز والسفر تعرفي يعني المؤسسة لما ترعاك مؤسسة أنت عم تصل للي بدك هي من الطبيعي أنه بتفكر بإنجازات مستقبلية بتفكر في شيء حابب توصل له مستقبلاً حكينا عن طموحاتك ست أنا والله عم بشارك وبسعى إن شاء الله أني أجمع أكبر عدد من النقاط حتى أوصل لأولمبيات البرازيل 2016 فهذه المرتونات بالنسبة لي هي بس عبارة عن جمع النقاط حتى أوصل لأولمبيات البرازيل وأتمنى إن شاء الله أكون من الخمسين اللي بشاركوا بأولمبيات البرازيل إن شاء الله هاي إمتى ممكن تكون أولمبيات البرازيل 2016 إن شاء الله إن شاء الله أتمنى لك كل التوفيق أكيد طبعاً بقدم شكري للنادي النهضة المعوقين حركياً هو في إقليم الشمال وساعدني وما قصروا جمعية غرب أربل للتحديات الخاصة وجمعية النهضة فلهم جزيل الشكر إن شاء الله نتمنى أنه يزيد أكتر هالأوسمة هاي والجوائز نشوفها السنة القادمة بشكل أكبر ومتمنى لك كل التوفيق كابتن علي السوالمة نفتخر أنك تكون أردني بتحمل اسم الأردن عالياً بسماء كل الدول العربية والأجنبية كل شكر لك شكراً لقناة رؤيا